السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروقات نشوف الابتشن الاساسي في برنامج سوليبري موديلة شكر من فايل هنا هاجه عن سيتنج وهلاقي اول حاجة لي اوت هيخليلي لي اوت اللي موجود في الموديل هنا هو الحاجة الافتراضية الاساسية بيجيب الرسالة بيقول لي عايز دامر استعادة للعدادات الاساسية فهقول له اوكي لما يدخل الموديل هتلاقي الموديل تري هنا والانفو او الخاصائص وهتعملوا سيليكت موجود هنا ده الاساسي بلاها بعد كده الجنرال بيقول لي عايز تختار اللغة ايه تمام انجليزي ولا الماني ولا ياباني ولا فرنساوي يعني بيديك مرحوظات اللي مطافة على اي حاجة بيديك معلومة عنها بالشكل دوات اليوزر بتاعك اليونت هنا الاطوال الاريا البوليوم وهكذا الالوان طبعا الحاجة اللي مدخلة الالوان هتحطها في الارتكشور عايز تغير الديسيبليم بتاعتها وهكذا الفان نيم هو خلي نفس الاسم ما تغيرش حاجة خالص الكلار مابنك لو حاجة الارتكشور وتاخد الكلار موديل اي ف سي امبورت لما ندخل اي ف سي هندخله بقاني طريقة تمام الاعادات الراسية البرزنتيشن بتاعي هيبدأ يظهر لي اللي يظهر نيم في البرزنتيشن هيظهر لي الحاجة بتاعتب تحت 3D البرزنتيشن هيبقى شدد ولا فلات ولا فريم بشكل دوت اللايت موديل هيبقى في بوينت اللايت نفسها تبقى نقطة بتشيع ولا يبقى نور من كذا مكان اللايت ممكن تقبر اللايت او بقلاله زي ما انت عايز الكاميرا اعجب بتاعت الكاميرا المسافة اللي هتشوفها قد ايه العدسات البجرة وانت الخلفات بتاعتك عاي صغير اللوم بتاعها تمام الانفوروميشن الموجودة البرفورمانس ممكن تخلي فيه شوية الانس بالعربي نعومة شوية نعومة تشوف الاسري دي الاعداد بتاعته الحاجات دي كل ما بتحسنها يعني كل ما تخليها دايت بيبقى تاخد وقت اطول في عمل المعالجة بتاعتها طيب نرجع للفايل الابعاد هيبقى لهم بتاع الابعاد لما انت رسمته شكله عامل ازاي الارتفاع بتاعت الديمينشن الماركة اب لو انت بتعمل الماركة اب من هنا هيبقى لهم نعمل ازاي وهكذا اللي عربت لعيتها الاسريكشن الخط بتاع الاسريكشن هيبقى لهم ايه والاسريكشن هيبقى لهم ازاي دي اعمل اعدادات الخاصة ببرنامج هي السلوبرمودل